موسيقى هذا النجا وأيضا على مستوى التمكين فلازمنا أمام تحدي امتلاك هذه التقنية سواء على مستوى على مستوى توفير هذه التقنية واستخدامها وأيضا كارهان هو تطوير هذه التقنية على مستوى المعرفة العلمية نجد أن أيضا هناك نقص في هذا المجال على اعتبر أن هناك فجوة حقيقية هي أملتها أملها السباق العالمي حول هذه التقنية وأملتها أيضا مركزية هذه المعرفة عند الدول المتقدمة التي تملك مراكز بحثية رائدة في هذا المجال المغرب بحاجة أيضا إلى مواكبة هذه التقنية على مستوى التحصيل الأكاديمي المعرفي في هذا المجال وأيضا على مستوى التمكين الرقمي واللوجيستيكي لتبارك أول هذا النقص ومن ثم استخدام وتوظيف أمثل لهذه التقنية وتحديدا تقنية البكاء الاستماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر